أضحت ولاية جيجل قطباً وطنياً في صناعة منتجات الجلود الأمر الذي جعل شباب من بلدية سيد عبد العزيز يسارعون لممارسة هذه الحرفة لكن هذا التحدي تعرقله عدة مشاكل على خرار غلاء المادة الأولية المواطني يشوف السلعانة غالية بصحية في الحقيقة مش غالية لأن المادة الأولية يجيبه من مكان بعيد وتكلف غالي مع مصاريف النقل وحويش بالزاف لهذا يشوف من مواطن أن السلعانة غالية تمنية معقولة الحرفيون طرحوا مشكلاً وطنياً يعترض أغلبهم والمتمثل في صعوبة تسويق منتجتهم هذا ما هو مواطنة سوقنا خدمها لكن نلقوا مشكل في التسويق عندنا مشكل في التسويق كما نقول المواطنة الشتاء أكدام لا نستطيع أن نسوق من ترسانا لا لدينا مجالات أغلبهم لم يكن لدينا المعارض ولم يعملون نفسنا المنتج الأجنبي نحن لدينا مشكل كبير في التسويق مثلاً لا لدينا مجالات أغلبهم السلعانة مثلاً في المعارض الضوالي يعطينا أسبوع أسبوع لمدة سنة كاملة لا تجد أغلبهم المنتج أنا أقول لدينا مجالات أغلبهم يقول لي أن يخدموا معي ناسك بزاف المهم مشكلة كتبتك الكبير والتسويق يشوفوننا أماكن لكي نسوقوا أسل عن تعمل نحن كشباب نعاني في التسويق المجال هذا شوية صعب النهار كامل ونت تسوفري تخدم تجب التعيي عندك متسوفري في المهنة هذه ومن بعد كي تصنع المنتج يكون صمى نظيف وحاجة مليحة تعاني باش تبيعوه ويبقى أمال المعنيين في وضع استراتيجية من قبل السلطات تنظم تسويق منتجتهم وتدعم إقبال المواطنين على المنتجات المحلية الوطنية